اكد دكتور وليد المانع وكيل وزارة الصحة أن العمل جار على استكمال إجراءات وصول الدفعة الثانية من المواطنين ضمن خطة الإجلاء التي تقوم بها الوزارة للمواطنين المتواجدين في إيران وفق إجراءات محكمة طبيا ومعتمدة دوليا مشيرا إلى أن الوزارة كانت قد استاجرت طائرة لإجلاء الدفعة الثانية يوم الخميس إلا أن الشركة التي تم الاتفاق على تسيير الرحلة معها اعتذرت عن القيام بالرحلة المقررة يوم الأربعاء منوها بأن الوزارة ما زالت تسعى لإيجاد بدائل مناسبة في أقرب وقت ممكن وأوضح المانع أن الوزارة مستمرة في جهودها نحو تكثيف كافة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية الاحتوائي ومنع انتشار فيروس كورونا بأخضاع المواطنين الذين يتم إجلاءهم فور وصولهم للفحوصات المختبرية تحت إشراف طاقة من طبي مختص وبناء على نتائج الفحوصات سيتم نقلهم لأحدى مراكز الحجر الصحي الاحترازي أو مراكز العزل والعلاج وفقا للأرشادات والمعايير المعتمدة من قبل منظمة الصحة العالمية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر